اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية التونسية من تطور مستمر على كافة الأصعدة منوها سموه بما وصل إليه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة من مستويات متقدمة تعكس حرصة واهتمام قيادة البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم مع علي السيدان جلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية وذلك في إطار حضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة حيث نوه سموه بما يجمع مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة من روابط أخوية تاريخية راسخة وتطلعات مشتركة مؤكدا أهمية مواصلة تنمية مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والدفع بها نحو أفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبها أعربت رئيسة وزراء الحكومة التونسية عن شكرها وتقديرها لما يبديه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام مستمر بتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين متمنية لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار